حكي سوري وإدماجك طبعا فيكن تسمعوا على موقعنا www.shozana.fm فيكن تسمعونا عبر الفم على 98.5 بعنتاب وجنوب تركيا وشمال سوريا وأيضا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتطبيقاتنا على الاندرويد والأبل ضيفي لليوم فنانان سوريان توأم ترشحوا لموسوعة جينيس بعرض مسرحي اسمه ميلو دراما وصف بأصغر خشبة مسرح في العالم عملوه بغرفتهم ببيتهم بدمشق بعام 2009 تتلمزوا على أيدي عدة مخرجين مسرحيين كبار بعد ما تم رفضهم بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق على مدى ثلاث سنوات متلاحقات برصيدهم أعمال مسرحية كثيرة منها ضمن مسرح الغرفة أنا وحاولا كل عار وأنت بخير وأيضا الثورة غدا تؤجل إلى البارحة وضمن المسرحيات اللي عرضت على مسارح لحأذكر بعض منها وليس على سبيل الحصر شكسبير قاتلا تقوس الإشارات والتحولات الجمعية الأدبية وأيضا دكان النظام آخر عمل إلون على الصعيد المسرحي هو عرض اللاجئان باللغة الفرنسية اللي تم عرضه بعد الدول منها فرانسا وبلجيكا واليابان والأردن ثور الضوء مسلسل على اليوتيوب قاموا بإطلاقه تيمنا بالمسلسل الشهير بقع الضوء ضمن موقف المناصر للثورة السورية ضيفي لليوم هما الأخوين ملص أحمد ومحمد أهلا وسهلا فيكم على هوا روزنا أهلا وسهلا وأهلا لجميع اللي عم يسمعونا وأهلين راديو روزنا وأهلين مدام لينا هلا قبل ما ندخل باللقاء بدي أسألكم سؤال مين أكبر فيكم يلا ترفوه هلا على الهوا مباشرة محمد أكبر أنا ضيقتين دقيقتين ايه جيت على الكوكب البائس بديقتين والله هدول دقيقتين بأسروا هلأ منشوف باللقاء كداش ممكن يأسروا وبدي أقول كمان لكلمين عم يسمعنا خلوكم معنا بهذا اللقاء الممتع مع الأخوين محمد وأحمد ملص بعد الفاصل حكي سوري حكي سوري الأخوين ملص محمد وأحمد خليني يبلش معكم بأول سؤال لليوم أول شي بدي هنيكن من روزانا طبعا بآخر جائزة أخدتوه عن فيلم أنا لا أحب السكر عن أفضل سيناريو في مهرجان Great Message International Film Festival بالهند طبعا هي مو أول جائزة بتاخدوها أخدتوا قبل عدد جوائز ذكرت بعضها بداية البرنامج بدي أسألكم قديش برأيكم بتعني هاي الجوائز للسوريين يلي انتشروا ببقاء على الأرض واللي انتشرت معهم الجوائز يعني قديش عم نسمع عن جوائز الأفلام سورية ما شاء الله كل يوم كل يوم إذا مو جائزة جائزتين وبأهم المهرجانات يعني فشو بتعني هاي الظاهرة برأيكم هلا بشكل عام إذا بدي أحكي عن المستوى الشخصي نحن بتعني لنا بتعني لنا كتير أشياء خاصة لما بيكون مهرجان يعني مثل هذا مدينة بالهند بعيدة ما بتعرفون ما بيعرفوك ما في بينكم يعني ما في أي ما في أي شي مشترك بيناتنا كسوريين عايشين بفرنسا عاملين فيلم بالسويد وهن بالهند وما عنا معرفة سابقة ما منقدر نحضر الفيستيفل تعرفي شورت فيلمة دائما في دعوات فلما بتاخد هاي جائزة بتحس إنه فعلا هي جائزة للفيلم بكل معنى الكلمة يعني فهذا شي بيرضينا وبيرضي إنه نحن لما عم نشتغل بهي الطريقة اللي هي ما بدي يقول يعني المستقلة متل ما بيقولوا على السينما المستقلة فمنلاي إنه منحس حالنا ماشيين عالطريق الصحيح لأ طبعا ما بدي أتهم إنه اللي ما بياخد جائزة فهو مو ماشي عالطريق الصحيح أوقات فيه أفلام ممكن ما بياخد الجوائز بس أهم بكتير من الأفلام اللي ياخد الجوائز ولكن هي شغلة هيك ترضي الإنسان يعني الفنان لما بيكون بهذه القصة وبالنسبة ل الصعيد السوري شو بتعنيه صعيد السوري صعيد السوري شغلة كتير مهمة لأنه بحس إنه نحنا قبل الثورة كان في عنا مشكلة إنه مرتبطين بمؤسستين ثلاثة فقط إنه نحاكمين نحن نعتقد إنه نحاكمين العالم يعني فما كان عندك حتى إمكانية تحس إنه ممكن تخرج من هاي القوقع الموجودة بسوريا يعني بعدين لاحظنا إنه السوريين شوي بس أخدوا نفس أو شوي أخدوا حرية بإنهم يتعاملوا مع الآخر اللي خارج هذا الوطن اللي اسمه سوريا فلا إنه فيه تفوق فيه ناس عم تقدر تقدم أشياء مهمة فينا نحط اسم سوريا على الخريطة بشكل ثقافي وفني ممتل معنا صدر الإعلام الأوروبي والإعلام العربي طبعا كله فهذا الشي كان بشوفه إنه كتير مهم قلت قلت شغلة مهمة قلت بهذا الوطن اللي هو سوريا هل هو الوطن فعلا أم هو متعلق بمتل ما قلت يعني مؤسستين أو بنظام أو لأنه يعني هل هو الوطن السوري اللي هو كان متل ما قلت ما أعطي هاي الحرية للسوريين وأخذوها بعدين أم شو هو اللي لأنه أنت قلت بحديثك قلت الوطن سوريا لا طبعا هو يعني كلمة الوطن متل ما يتم إطلاق الكلمة على الحدث يعني على بشكل عام بشكل عام بس هو طبعا كان مختصر بمسلا المسرح كله مختصر بمديرية المسارح يعني أنت لو ما عندك علاقة مع مديرية المسارح ما فيك تعمل شي حتى ولو كنت يعني أريان موشكين يعني بسوريا ما فيها تعمل شي إذا ما كان عنده علاقة مع مؤسس مع مديرية المسارح مثل وأنت أكتر الناس اللي بتتذكر يعني أيام فكرة مسرح الغرفة كيف هي طلعت من من عدم ما أخذنا موافقات وكانت فوق المديرية ولما رحنا بدنا نطلع على مهرجانات أو أي شي فكان مرفوضين نحنا كأخوين ملص لأنه اشتغلنا بشكل خاص بينما نحنا اجينا لهون فرنسا كتبنا عرض اللاجئان اللي هو أول اللي عرض لقلنا باللغة الفرنسية وأنا بكل علاقة أخواتنا المصريين اللي عبط رح تسألت أحد الأصدقاء الفرنسيين أنه أنا كتبت نص كيف فيني أقدم هذا النص للمديرية المسارح الموجودة بفرنسا مشان أخذ موافقته وأخذ موافقته أنه أبدأ أعرض أنت أكيد حقتي لأنه عندك فرنسا أنا تعرفي نحنا عايشين كل حياتنا بسوريا ما كان عندي الطيب فهذا رفيقي هو الفكرة وين أنه ما فهم السؤال يعني هو صار فيه مثل سعيد فالحفين السؤال فهو قال لي ما فهم يعني كاسكو سابوديغ يعني شو عم تحكم قالت له أنه بدي أخذ موافقة مشان نعرض أما قال لي موافقة شو قالت له عن نص أما قال لي لا تتواصل مع أي مسرح وبيشوف العرض إذا عندك فيديو وبتتفق معهن قالت له ما ما في أي شيء تاني قال لي لا فلاقينا أنه القصة لا محتاجة يعني خليني ما أذكر أسماء إلا أو أتهور أو لا أذكر لا محتاجة عجاج سليم ولا عمال الأول ولا يمننه عائلتك بعشرين ألف عطوك يهم كل عمرك وحياتك يعني في شو هاي هاي الأزمة تخيل أنه المسرح كله يختصر بها والسين ما بنعرف مين بيقولوا لك أنه كنا بأمن وأمان وسلام من هذا الحديث ما بنندخل به هلا خلينا بهذا الخط لأنه هذا حديث تاني يطول كتير يعني يمكن هاي أنت فسرت الظاهرة كتير هلا محمد أعتقد أنك فسرت الظاهرة لي ليش السوريين بعد ما طلعوا مثل ما قلت من سوريا بلا شو ياخدوا بكلها جوائز لأنه مثل ما قلت كان كل شي مربوط بأنه ياخدوا موافقة وياخد رقابة ويعني هاي مشكلة كانت يعني حدت من مواهب يبدو السوريين يبدو هاي الظاهرة هي سبب هذا الموضوع خلينا نروح حكيت عن مسرحية اللاجئان اللي أنت كتبت باللغة الفرنسية كتبتوها وقدمتوها بال2016 صح صحيح ومثل ما قلت أنا ببداية قدمت بعدة بلدان هي فرنسا وبلجيكا والأردن وحاليا باليوبان أنا عندي سؤال لأنه أنا لما حضرت حضرت على اليوتيوب أنا عم بعمل سيرتش عم بعمل بحث عن مشان حضر سكريبت تبع الحلقة يعني كتير بفهم أنه وقت تعمل سينما وتلفزيون بلغة غير لغة الأم تبعك لسه أسهل بكتير بس أنك تعمل مسرح بغير لغة الأم تبعك مو سهل صحيح حتى اللغة يعني لما سمعت أنه برافو يعني أنا سمعت لغة حلوة لغة ظريفة ومسرح هذا يعني إذا ما بتحكي لغة ما ممكن تقدموا بلغة تانية عرفت فقديش كان التحدي بالنسبة لكم هذا يعني صعب تحكونا هكذا شوي عنه هلا هو أول شي نحن دخلنا بفرنسا أنا ومحمد دخلنا بعروض قصيرة وبالعربي يعني يجينا على فستيفال هون بعد قصير الثورة قد أنتوا أجل البارحة بالعربي بعدين بلشنا نشعر بدنا الخاطب بلغتهم درسنا فرنسي لمدة سنتين دارسين عظيمين يعني بالحق يقال يعني زوجتي وزوجته صار يحكو فرنسي أحسن منا بس درسنا لدرجة أنه يعني كتير روحنا من وقتنا نحن ندرس فرنسي يعني نحن نحن متعودين كتير يكون وقتنا ما في شغل يعني غبنا عن الساحة هيك شي سينة يمكن ندرس فرنسي حتى نكتب يعني مو نكتبه عربي وحد يساعدنا بترجمته تفكر فيه بالفرنسي هيك بيقول تماما تفكر فيه بالفرنسي فصلا نكتبه بالفرنسي هلأ أحيانا يدخل ويذهب ويأخذ كأس المتة ويركض نكتبه بالعربي بس الحوار بالفرنسي حسرا هذا اشتغلنا عليه كتير أن نكتب الحوار بالفرنسي لحتى نقدر أنا بكنا بحكي على التليفون مع الكاف اللي هو كتير معروف بفرنسا اللي بساعد اللاجئين فبختام التليفون بقول الجملة الشهيرة اللي هي لا تقال إلا بالرسائل المكتوبة فنحنا حاولنا أنه بهدول السنتين صحنا نعم تعلم اللغة الفرنسية ولكن حاولنا حتى نفهم شو ثقافة اللاجئين اللي بيستخدموه بالصبط بحيس أنه نحنا كان مقصدنا المواطن الفرنسي لما يجي يحضر يحسنا فهمانين شو هي البلد تبعهم والخبرة تبع اللجوء اللي نحنا عشنا فيها والحمد لله تقريبا يعني بقدر قول أنه حققنا شرط كبير من هذا الموضوع طبعا بدي قول أنه بالإضافة أنه نحنا اخترنا الشخصيتين يعني الشخصي اللي بيخسوناج مثل ما بيسموها هنه شخصيتين لاجئين وبالتالي تكسير اللهجة المكسورة هي مبررة يعني نحنا ما عملنا فعل القواعد وقدرنا في خربطة بالقواعد وقدرنا هذا بررنا بقلب النص يعني تقولي حاولنا نرسم خطة تشبهها اللي عن نمشي عليها حتى يعني ما نزاود زيادة ولا نعلمون الإنسانية ولا يعلمون الإنسانية نقول شيء محدد بخطة معينة الحمد لله أعتقد أنه توفقنا وأعتقد كمان أنه يعني هذا كتير مهم وزكي لكل حدا سوري يعني لازم كمان اللي احنا كلها ياتنا نفكر هيك أنه كيف نتوجه للفرنسيين أو بأي بلد اللي احنا موجودين فيها كيف نخاطب الشعب طبع البلد اللي احنا عايشين فيها احنا منعرف الحقيقة ومنعرف شو صاير بس هن ما بيعرف لازم نخاطب بلغت بثقافت هذا كتير مهم طبعا أنا بلشت أخلط بين أحمد محمد بس هذا عادي كل حياتي هيك مو مشكلة ولازم مستمعين يتعود يعني لحن نروح هيك نسمع شغلة من عند أحمد ومن نرجع أشياء كتير بتنكره بس احنا انو بيصدد إنا ماكلين قسفين كل ما اتعرف على أجنبي بقولي العرب مش متفقين بحط عيني بالطين بعدين عحالي بنكمش بعدين بتلايني مندمش بقديش أنا منحرج نفسي صار أتخلص من هذا الشعور السيء هاتوا ثوب فضفاض وخدوا الجينس الديق في ناس كتير بتعاني من إشي اسمه دوار البحر إحنا من كتر البعض عنو نشعر مش لحالي شايف الوضع مش تمام أعطي العربي فيزا وبتلاقيه هرب وقبل ما يسافر بينصحوا يتجنب العرب السائح ببالغوا بالترحيب فيه بالمطعم بياكلوا بيشبع وانت لسه بتستنى بالطلب هذا يثير الغضب ويسبب الإحباط والله الشاب ورده زي مدينة القنباط لازم نرجع نتوحد وغم اختلاف بالمنابط بالمناسبة هالطبيعي لأنها أرض ريباط الحرية الهلون ناسبني ويناسب ناسي وصل لازم نلبس منها الثور الحرية الهلون ناسبني ويناسب ناسي وصل لازم ننزع منها الثور خيف تخلص مغنية قبل ما أوصل نقطتي وأكشف النكتول الوقت صرحان بلون حطتي بشلحها وبرميها وبدعس عليها وإذا الأرض اهتزت بخليك تلحق خطوتي على إحساب الوطن العربي كله ديرتنا حتى لو جغرافيا بنختلف بحبيعتنا وهذا مش فكر قومي من النوع القديم اللي بيقلب فاشي مع مر السنين بعدين بيصير إقليمي بكون وقع بالفخ كنت رح أسميها التأشيرة زي هشام الجخ مش الحلم العربي بلحنها التجارية ما حاولت أعزفها بس ما بيرضاش كتاري مش وحيد بأفكاري عشان تسميني سادج من مغرب للخليج وفي مني نماذج في مني بالخارج بس الأسف مبعدين حكموا القرآن ع الظلم سموهم الخوارج ومش مستني منك كمان فرصة عشان أشرح لك طالما الشاشة الصغيرة كل يوم بتشلح لك حرية تلبق لك جانا أنا بدي ذكر أنه أنتو هم تسمعوا برنامج حكي سوري وضيفي لليوم هن الأخوين ملص أحمد ومحمد كنا عم نحكي قبل الفاصل عن مسرحية اللاجئان هلأ من مسرحية اللاجئان خليني أرجع مسرحية حكيت قبل شوي عليها قدمتوها بسوريا بغرفتكن ببيتكن بدمشق اسمها ميلو دراما ومثل ما قلت لأنه ما أخذت موافقة ورقابة ومدرشوه وهالقصص صحيح حسيت أنا لما تفرجت على المسرحية اللاجئان طبعاً أنحضراني ميلو دراما حتى زرتها كذا مرة حتى مو مرة واحدة حسيت أنه في الإطاري اللي أنتو محاوطين حالكم فيه بالمسرحية تبع اللاجئان حسيتها هي الغرفة تبعكم ما بعرف لير أنا هيك بالأمر صحيح بالأمر صحيح مجموعة طبعاً ميلو دراما تقدمت بدمشق بال2009 على ما أذكر يعني بالرعب أقول ذاكرتنا عم تخلنا صعير بس أعتقد بال2009 وبتذكر قديش عملت تأثير هاي المسرحية هلأ سؤالي يقلكن أحمد ومحمد شو يلي تغير من هديك المسرحية ميلو دراما للاجئ للاجئان على صعيدكم النفسي والمهني أول شي بعدين بنحكي على أصعيد أخرى لأنه هدول مؤلل هدول 9 سنين والحيصير 10 سنين كانوا على سوريا وعلى كل السوريين يعني نعرف مثل ما بيقولوا يعني سنين عجاف هلأ سؤال بيحتاج تفكير بس اللي بديليك أنه من ميلو دراما نحن عملنا أول شيء ميلو دراما اللي أنت سميتيه نفس الإطار اللي نحن نسميه السلاسية بعد منها أجد كل عار وأنت بخير اللي عملناها قبل ما تبلش السورة بحدود العشرين يوم وقفناها أول ما بلشت السورة عملنا عرض الثاني مباشرة وهذا العرض الثالث هلأ الشخصيات اللي تغير تماما هنين محمد وأحمد تعرفي مرة شفت شخص صالوا بالسجن يام سوريا بتدمر عرض 12 سنين قلت له شو اللي تغير فيك وقت طلعت اللي فقدت الآخر تمام فليتغير أنه محمد وأحمد ملص اللي هون بفرنسا هنين فقدوا الآخر يعني أبدا محمد وأحمد ملص اللي عملوا ميلو دراما ولكن ما ليزعل أنه فقدنا الآخر لأنه اللي عملوا ميلو دراما هنين شخصين طيبين حبابين عملوا مسرحية ومفاكرين العالم وردي كتير ومفاكرين كل ما حدا قال له مبروك يعني يفتح لهم بواب الجن ملخمين طبعا اللي عملوا كل عار وأنت بخير هنين محمد وأحمد اللي صار عندهم خبرة بالوسط المسرحي وخبرة باللي بيقلك مرحب وبيطعناك بالظهر بعدين باللاجئان نحنا اكتشفنا نفسنا من أول وجديد خاصة أنت بفرنسا الحياة بفرنسا بتخليك تكتشف قدش أنت منغلق من زمان يعني أنت كتير تفكر حالك كلمة حرية أنا كتير بعرف الحريات وقريت عن الحرية مثلا أنت بتفهم معنى حرية وقت تعيش بلد حر هذا كتير مهم أنا مرة قلت لهم وقت كنا بالزعتر عم نعمل شغل مرة هنا قلت لهم أحمل كلي بالزعتر يزيد بأوروبا من كتير ما نشوف الظلم هون ومن كتير ما أنه ما عم يشوف الحياة الحقيقية فليتغير كتير وفقدنا الآخر بحبه للآخر بس ما لي زعلان فيني أسأل شو يعني كتير جعبالي أفهم شو أصد هذا السجين اللي قالك فقدت الآخر وشو أصدك بأنه فقدنا الآخر هل تقصد فقدنا الآخر جوات كون عم تحكي أم فقدت الآخر اللي هو الآخر فعلا السوري الآخر لا الشخص في الماضي كان حباب بجوز طيب فقدنا تماما يعني حتى لو صار إن شاء الله عودة لسوريا حتى لو رجعنا لا شك أنه هنالتسع سنين بغيروا الشكل بغيروا الفيزيك ممكن ولكن ما عاد نقول بالنسبة إلينا ما عاد نقول أنه هذا محمد وأحمد ملص كبرانين تسع سنين لا هدول محمد وأحمد ملص تجداد يعني شي تاني يعني لن يعود الآخر لا لن يعود ونحن ما بدنا يعود لأنه كثير عم بتعلمنا الحياة والتجارب اللي عم نعملها كثير عم بتعلمنا قدش عملنا أخطاء بحياتنا من الزمان يعني مثلا نحن هون باليابان هلأ في معنى صبية نحن نعرض اللاجئان وعم نعمل العرب مع مسرح دومة مشاركين فيه بشكل في ربط بين هيروشيما وبين قنابل بشار الأساد وقنابل بشار الأساد ففي عرض دومة بس نحن مشاركين فيه كأشخاص واليابانيين عم يلعبون دومة ففي بنت يابانية بالمعنى بالعرض إنه لما بتحكي معها عن سوريا بتبكي بطريقة يعني ما عم تقدر تتخيل إنه شو عم يصير بالأطفال بسوريا فأنت طلع هيك بتقول إنه هاي بنت يابانية عايشة بآخر معامر الله مثل ما بيقولوا ويعني يمكن يكون آخر هم إنه تعرف شو عم يصير بسوريا وبتتأثر بهذا التأثر وإنت بالمقابل فيه لليوم سوريين عشنا مع هون يعني يمكن يكون واحد قاعد بمنطقة ما محاسس إنه في طفل بحمص مثلا أو طفل بمخيم فلسطين مات من الجوع فأنت كيف يعني بدي يكون عندك انتماء لجنسيتك أو للغتك أو إنه هذا الزنم من نفس ديني أو من نفس عرقي أو من نفس وطني أو من نفس فهذا الشي اللي كنت حس عنا يا ميلو دراما كان عنا هذا الانتماء المتمسك دائما بمن يشبه هنا فهلأ لا بالمسبة اختلف الموضوع كتير يعني يمكن هي مثل ما قلت أنا هلأ انت عفكرة رجعتوني لشغلة كتير مهمة حتى بسوريا أنه هي وقت بلشت الثورة هي صارت أنه اللي قاعد بمنطقة بسوريا محاسس أنه في واحد تاني بمنطقة بعيدة عنه كم كيلو متر عم يموت عم ينقتل هي هي المشكلة الأكبر بس انت هلأ حكيت كتير صح لحنا بالأصل مشكلتنا أنه ما حاسس باللي قاعد بيد عنا شارعين وميت من الجوع من هون بلشت هون مثل ما قلت به هاي البلاد ما بتلاقي ها للأسف لأنه في ضمان اجتماعي في بالشوارع ما بنا نقول بفرنسا كم ما مو بلد الأفلاطون يعني ما بلد نعمل نعمل نسبة نحن أكيد ما نعمل بالفرنسا في العنصري والحرامي والكذاب إلى آخر بس نحن نحن نحكي بالنسبة بالنسبة هون في تكافل اجتماعي سواء بيحكم القانون أو بيحكم الضمير مثلا أنا سألت سؤال الياباني سؤال هو يعتبر سؤال جيد بس أنا سألت أضعيحين اشتري كفائنا ومحمد كما هن لم يتحدث إذا رأيت شيئا غريب يغير السعر أنا تظهر فيني تطليعها قال لي لا نحن أنت باليابان نحن 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 محترمين فأنا اضحكت أعزرا نحن 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 ويعمل نقد ذاتي صراحة لا لدي مشكلة بالنقد الذاتي فقالت نحن أول خطوة بدنا نعمل لنصير محترمين بدنا ننقد حالنا طول ما كل واحد كل فنان بيطلع على الإعلام بيقول نحن أفضل ناس وأحسن ناس وأحسن شعب وأحسن ندر شو طب وش كم ننتطور إذا نحن نحن ندمر ليش مو في فساد أخلاقي داخلي أحسن ناس وعن ننتصر ونحن بالمدرمين وإيجا أحسن زيتون وإيجا شعبت وأحسن زيتون لرشار الأسف أنا كشعب شو بدي زيتون طيب خلينا كمان نحكي عن المسرح طبعا مو بس على المسرح وعسينا مع التلفزيون يعني طبعا أنتو الأخوين ما استغلتوا بمجالات متعددة هي أقل التلفزيون بس كان لكم أعمال فيها وآخرها اليوتيوب يعني اللي هلأ بنا نحكي عليه بالحلقة لاحقة بس خليني بس أحكي على شغلة بس بس بعمالي لو أضعتك بالنسبة للتلفزيون نحن لا نعتبر أنه لدينا أعمال بالتلفزيون أبدا يعني نحن اللي عملناه من الأشياء أبو جانتي أبو جانتي يعني بس خلينا نستعيير كلمة عمر أنا رلاي واليوم أنا نادي على ما فعلتي باستثناء باستثناء أبو جانتي لأنه كانت لطيفة جدا تشبه يعني تشبه أما باقي ما تبقى كان لا يعني لا أعتقد أنه هو يشبه ولا واحد بالمئة من طموح الأخوين مالس نحن بالتلفزيون لم نقدم أي شيء يمكن يعني أنت نص جاوبتني عسلوها طبعا لا لا يفهم من كلامي أنه أنا ضد التلفزيون لا أفكر أنا أحترم كل يمكن أغلب اللي يشتغلوا حاتم علي واللي يشتغلوا حيسم حقي بمرحلة المال ليس حجه كمان وفي مخرجين كتير يعني يشتغلوا أشياء مهمة ما بدي أذكر كل الأسماء أكيد ولكن أحكي كأخوين مالس ما قدمناه في التلفزيون هو أشياء أقل من واحد بالمئة لا تشبه الطموح هو الحقيقة هذا سؤالي كان أنه قديش بتشعر أنه أقرب شي إليك وهذا أنت جاوبتني عليه بس كمان كم بدي أسأل أنه أنتو بتعملوا شي دويتو وبتشتغلوا شي أعمال تانية يعني كمسرح شتغلتوا هيك وهيك طبعا قديش يعني طبعا الأكتر أنه الدويتو يعني اللي شفته هل بتشعروا أنه كتير مرتاحين بالدويتو أكتر من لما بتشتغلوا مع تشاركوا الآخرين بأعمال تانية بمسرح أو بسينما ولا يعني هل تعودتوا على الدويتو بتحسوا أنه بتوصلوا أكتر للجمهور هلأ شو اسمه موضوع لدويتو هو نحن اللي عم نعمل فيه أنه وقت بيكون أنا محمد قاعدين أحسن ما نقعد نعمل نميمة ونندب على الفيسبوك ونبكي ونسب البشر ونحقد ونحسود لا لازم نشتغل فنشتغل دويتو ولكن عشان تكون النقطة تكون الصورة واضحة أكتر أول موصلت على فرنسا أنا محمدين كان بعتت شي 7-8 رسايل لعدة أشخاص بتعني عمل شغل سوا بتعرفي بقى يلي بفكر وقت بعت له رسايل بفكر حلو انه معلم هي أحد الأشياء اللي نادم على ما فعلت مثلا ألوموا لف نفس ألوموا لف نفس واللي ولي مكتئب واللي بيصدرلك سرطان الاكتئاب تبعه واللي بيصدرلك شو اسمه يعني انزعاجه من الآخرين يعني تعني تنقلبها حفلة نميمة مثلا فنحن مالنا محتكرين لدويته بس لدويته حل للاستمرار تمام؟ يعني لو بيطلع بإدنا نعمل مسلسل تلفزيوني بوقت التلفزيون لأنه ما اكتشفنا اكتشفوا يزان السيد مثلا بسمحوا لا اكتشفني أنا ومحمد يزان موجود لأن تعافي قيمة الفنية السورية لو ينطلع على الدرامية فمثلا ووقعوا له مطعموا بعد ما اكتشفوا أو يصلحون وطلع ولا دبنه بالسويد وطلع خلى مرتة ولا دبنه بالسويد إلى آخر يعني شوف المنطق الأعواج ديشه منطق كله أعواج وآخر شي بيجي لأحده بدافع عن الدراما أو عن الفن السوري هو بيقول لك أنه لا بنهاية الفن السوري فن يعني محترم على رأسي يعني أنا اليوم كنت عم بحكي أنا ومحمد بمنطقة أنه نحن بسوريا عملنا أعمال كتير منيحة هذا دليل نوع باقرة لأنه بيظل هذا الفساد الأخلاقي وبيظل هذا الكذب والنفاق والسرقة نعمل عمل بنيح والله عباقرة عن جد عباقرة يعني لازم يطلع عمل بنيح فشو الأقرب إلنا بين التلفزيون لما المسرح لما السينما لما اليوتيوب هنا كله نقراب إلنا بس لدويته عم يكون حل ولكن المعلم هو المسرح أولاً وآخر نحن المسرح معلمنا المسرح هو اللي بيعطينا كل شي والمسرح هو اللي بحياته ما دار ظهره إلنا وطبعاً بس بدي ضيف شي أنه نحن بالنسبة إلنا كمان حسب العروض اللي بتجينا يعني آخر أشياء عملناها هو مخرج فرنسي شاف عرضنا تبع الثورة غداً تؤجل إلى البارحة وهو عليه ترجمة فرنسي لأنه عرضنا بأفينيون هو بالعربي بس عرضنا بالفرنسي حطنا عليه السوتيتخ يعني فلما شافه وطلب النص وأرى تم تحويله إلى فيلم سينمائي قصير سميناه الشفق وهذا فيلم تم تصويره ولغم أنه ويدته كأخوين مالها سعمي مسلو بس هو فعلياً اللي عمل النص إعادة إحياء للنص هو المخرج وكان فيه مدير تصوير يعني جاب كادر كامل وكاميرا وا 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 وعملنا فدائماً كمان بتوقف الأمور على العرض اللي بتقدم لك حلو كتير حتى اللي حكيتوا عنه اليابان هلأ كتير حبيت الفكرة تبع الإسقاط بين هيروشيما وقنا بالشهر الأسد حبيت كتير يعني هذا الشغل وإن شاء الله كمان مثل ما قلت أنه يعني نضل هيك عم نقدر نوصل صورة حقيقية عن ما يحدث فعلاً بالداخل السوري وبسوريا حنروح على على نفس المحور هذا اللي حكينا لأنه نوصل صورة بس رح نريح شوي كمان مع أحمد ونرجع حكي صوري حكي صوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما تراني أصغي إليه بسمع كي أعني ما يقول من كلمات كلمات من غير شكل ولا مطق ولا مثل نغمة الأصوات لي حبيب لي حبيب لي حبيب ترجمة نانسي قنقر بدي ذكر أنتو عم تسمعوا برنامج حكي صوري كمان بدي ذكر من الضيوفي اليوم الضيوفي هنن أحمد ومحمد ملس الأخوين ملس هنروح على شغلة هيكي يعني يمكن كل السوريين حضروها وبيعرفوها ثور الضوء هي سلسلة يوتيوب أنتو عم تقدموها يعني من خلال الديجيتال ميديا هو عنوان مقتبس من السلسلة التلفزيونية وهي اللي حكيت عليها أنو كل السوريين بيعرفوها هي بقع الضوء صحيح نتذكر كلنا أنو بقع الضوء كان عندو سقف شوي عالي ببعض الحلقات بشكل عام يعني هلأ أول شغلة بحب اسمع رأيكم فيها يعني أول شيء ليش برأيكم النظام السوري رفع السقف بهذا العمل هلأ هو فيه كان فيه دوليد الحام نتذكر مسرحياته وكذا بس مسرح يعني مختلف هات تحديدا كان تلفزيون وكان فيه سقف مرتفع يعني فيه حلقات بتحضرها هلأ بتحسها ملائمة لهلأ يعني للشيء عم يصير بسوريا هلأ صحيح هلأ شوفي أنا ما كتير مع مقولة التنفيس وهالأشياء ما كتير بحبها بحسة أحيانا ما كتير واقعية يعني مثلا دوليد الحام لو وقف مع السورة كانوا قالوا مسرحياته مو تنفيس مثلا بجوز أنا مكتب مع أي المصطلحات وحتى في مقالة من خطرة كتبت لصحفي وصديقه واسمه نارت عبد الكريم كتب أنه دائما كنت تقوله أنه الشعب قاعد على التلفزيونات وعم نحط له مسلسلات وخليه تنفيس وإي آخر طب الشعب ليك وحط حاله وطلع مظاهرات يعني شو القاعدة اللي ماشي عليها فأنا برأيي أحيانا فيه شغلات لازم تفلت من إيد النظام وأحيانا يعني مثلا مثل خنان مثل باسم ياخور يعني هو زلم للسلطة ومع السلطة بس هو يمكن بلحظة من الزمن هو يتعامل مع نفسه كمعارض ولكن حتى المعارضة عند أشخاص معينين المعارضة إلها حد يعني أنا معارض لدرجة قبل ما أخسر مثلا سيارتي ومستقبلي قبل ما أخسر شهرتي يعرفتي يعني مو تيحدة قال أنا معارض يعني هو معارض بالمطلق يعني فيه ناس بيطلق أنا مع الثورة مثلا مع قضية فلسطين وبيدفع حياته لفلسطين بس القضية السورية ودوقف معها بعمره ايه ما هي هاي النقطة أنا كمان كمان كمدي إجعاليها مثل سكيتشات ما فيه أمل مثلا هنا دويتو فايز قذقوا بسام كوسا كانت تحكي كمان مثل ما قلت يعني بتحكي عن شي هلا قمت الثورة إذا بتسمعها ما نيناتون ما وقفوا مع الثورة لأنه بهاي مثل ما عم قوله هو أحمد هي في معارضة يعني مثلا المشكلة عم نضطر نذكر أسماء بس خلاص شو نعمل يعني مثلا بمرحلة ما قبل الثورة بتذكر أنه كان يعني فيه أسماء معروفة زهير رمضان وزهير عبد الكريم ويأنه هدو المؤيدين بشكل مطلق يعني تبع أنه من أيام المعهد بيقولوا كان يحطوا مسدسات ومدرشوه مثلا بس فايز قذق شخص مثلا مرة حضرنا مسرحية ريتشارد الثالث اللي كان هو عاملة مع مخرج عايش بكويتي أو عايش بأميركا يمكن أو بريطانيا وكان حضران يوميتا الرئيس الدكتور المناضل وقائد خالد دكتار الأساد وطبعا عرفنا أنه هيحضر لأنه من يوم دخلنا أول صفين كله مرافقة بس وممنوع حدا يععوب قام بشار الأساد يحضر وفعلا إجاب بشار ووقف وزفقتنا له وزفقتنا له طبعا إجباري عن رأسنا ووقفوا حيانا كأنه مجلس الشعب فكر المهم فبعدما خلص العرض عرض طبعا ريتشارد الثالث يتحدث عن الديكتاتور كلام شيكسبير عم تسمع أنت فبعدما خلص العرض راح فايز قذق مثلا جول مميسسين يحمي حي فحية فايز قذق وهيك أنه ما قرب على بشار الأساد سلم عليه لا أنسحب على الكواليس فهذا الحكي 2004 طبعا أمدي أذكر بس أنه كان في الممثلة هي استعزتنا أمل عمران وهي مع السورة يعني مشان نحط شوية أمل حياتي لا طبعا أمل عمران كل عمران معروفة يعني أنه مين هي أستاذتي طبعا أستاذتي وأنا بحبها جدا فلما عمل هاي الحركة مثلا فايز قذق نحنا كان بالنسبة إلنا أنه هو عمل فعل عظيم يعني أنه ما يجى تملق مثل مثلا زهير عبد الكريم أو زهير رمضان أو أسماء تانية ولكن فايز قذق لما طلع الشعب طلب الحرية صار بالنسبة إله هذا إرهاب ليش؟ لأنه تعدى اللي هو يعني هو عنده حد معين أنا بقدر أعمل هاي الحركات اللي أنتوا بتشوفوني فيها معارضة ولكن أن يأتي الوقت أنه أنا بلش أوقف مع الشعب وأخسر حياتي أو أخسر أمتيازاتي أو أصبح إنسان مهدد بشكل ما لا خليني بقى هون أوقف مع النظام أنه يحسب لي أكثر أو أفكر بشكل زكي أكثر من الآخرين اللي بيروحوا للأقصى مثل رواية فواز حداد السوريون الأعداء بيقول له أنه أو عفواً هنا روايته الثانية شاعر وجامع الهوامش بيقول له واحد أنه ليش كل هالأد عم يعملوا له للنظام يعني هذول الأشخاص بيقول له عم فكر هذول عم يعملوا نحنا مطلبين منهم كل هالأد هنين عميين يعني عميين أوفروا بما يفعلون نحن بيهدنا أكثر اللي ما كتير بي أوفر بما حبتنا ينتقدنا شوي ويوقف معنا شوي فهي القزق كان زكي مثل هدول بس هو كمان هي المشكلة يعني مثل ما عم تقوله كمان أنه في أشخاص ما قدرت تقول أنه أنا مستعدة أفقد كل الامتيازات اللي فنيت عمري مشان جيبها ومشان تكون عنده الامتيازات ما كانوا مستعدين يفقدوه مشان أي شيء مثل ما قلت لا ما كانوا مستعدين ما كانوا مستعدين نهائيا وعلى فكرة يعني ما بعرف إن شاء الله ما تكون أم بحكي لك قصة الحلقة شوي بالغرور بس أنه أول أول السورة وقت عملنا مسرحية السورة غدا تؤجل إلى البارحة شو اسمه جاني طلب أنا محمد من حدا حتى شوفي الطريقة اللي وصلوا لي فيها رسالة يعني طلعوني بأسنصور وصاروا يطلعوا وينزلوا الأسنصور فوق تحت فوق تحت فوق تحت إنهم يحكوا لي الخبرية شوفوا ما عرف هذا هاي حركة مخابرات يمكن بحياتهم أحد أعملها ما عرف ليش بأسنصور حكوا لي الخبرية فوق وطالع نازل عرفتي؟ يمكن مش عام أتصور المهم كلمتين يقولوا ليها بشارة أزلت هلق بدو يدعمك بدو يجي لعندك وعم يشوف الشباب بدو يدعم الشباب يعملكم مسرحة غرفة كبيرة هاي أول السورة يعني فيك تقولي بعد افتتاح السورة غدا أنت أجل البارحة بشهر هاي اللحظة كنت أنا محمد فيني أنت إلا مرحلة ثانية بصراحة وأنا أقولها بفخر أو أقولها صلحولي عربي أقولها تكثرت عربيتي على الفرنسي والياباني أنا أقولها بفخر لأنه عجد كانت لحظة فيها تنقلني لمكان معين هاي طبعا بس الإيمان بالحرية برأيي هو إيمان مطلق يعني ما بيتجزة لأنه في ناس أحيانا بيقولك أنه طب بدنا حرية بس شوف شو خسرنا شوف شو عملنا يعني هو الإيمان إيمان مطلق طبعا أنا ما عم بكي أقارن حالي بناس اللي خسرت كثير نحن الحمد لله مخسر من المخسرة البشر ولكن الإيمان إيمان مطلق وهذا صعب أعتقد أتمنى نكون نحن عندنا هذا الإيمان صح كلهم نتمنى الحقيقة من خلال نفس عملكم اللي هو ثور الضوء أخوين ملس هل بتعتقدوا أنه الثورة مستمرة لأنه كمان تكتبوا هلا صفحتكم أن الثورة مستمرة وهل هذا يكفي؟ الثورة مستمرة طبعا بدون أي نقاش يعني لا تقف الثورة على أشخاص يعني سواء طلع حدا رجل بس في ناس تقول لك الثورة خلصت فشلت هلأ في ناس هي بتقول لك هلأ لا أنا بدي أقول شي ما بتفشل الثورة هي خلاص يعني هي مهمة كسرة حاجز هلأ مهمتها عملت المهمة المطلوبة منها أنه كسرة حاجز اللي هو اسمه بيت الأسد ولكن بدأت وعب عقبات هي فرنسا اللي نحن شايفينا أهم بلدان العالم وديمقراطية وحرية وهي السورة كانت مئة سنة يعني حتى نصلح الوضع مو سبع سنين ما نصير اليابان أو نصير السويسرا وفرنسا مو هيك الموضوع يعني أنا بدي أقول لك مثال نحن لو فتنا على مسرح الأباني وحضرنا تسعمائة عرض أسوأ من بعض يعني مو منحقنا نقول هذا المسرح مسرح فاشل مسرح الأباني لأن المسرح ما هيضره شي يعني المسرح ما بيأثر عليه إذا عملت عليه مئة مسرحية فاشلين عرفتي ما بيغير بمفهوم كلمة المسرح يعني نفس الشي إذا أنت في التعاصلة سينما يعني مئة ألف فيلم سيئ ما بيأثروا على تاريخ السينما هي اسمها السينما فأنا برأيي الثورة نفس الشي عوزو الله مكلمة أنا الثورة نفس الشي يعني ما بيأثر عليها كل شي صار حواليها لأنه هي الإيمان بالثورة موضوع فكرة فأنت ما بصير يعني إذا صارت حواليها أشياء تقول والله الثورة خلصت لا يعني الثورة فكرة ما حتخلص يعني شاء أمن شاء وأبا من أبا الثورة موجودة هلأ بقى ناس بتقول خلصت ناس ما بتقول خلصت هذا شي بقى خيار شخصي أنا كشخصين كأخوين مؤمنين بالثورة مستمرة مستمرة ورغم كل شي عم يصير طبعا مستمرة مية بالمية رغم كل مصايبها نعم مستمرة من خلال كمان عملكم أنتو بتحسوا أنه هذا سلاحكم اللي عم تشتغلوا فيه بالنسبة لكم أي يعني أتمنى نكون إحنا عم نقدر نعمل ما بدي أتوابع بس أتمنى نكون عم نقدر نعمل ولو نقطة ببحر الثورة فكتر خير الله بالنسبة لنا هذا كتير منيح لأنه هم الاستمرار مثل ما قلت لك ونحن بقوة الله طبعا يعني نفعل ما نستطيع أن نفعله يعني يعني متلنا متل أي حدا يحاول يشتغل وعملنا في 2011 وفي 2012 أخطأنا بأماكن لا شك مثل كتير ناس أخطأت ونحن نتفق مع هذا الموضوع ولكن وتغير توجهنا بأماكن توجهنا مو اتجاه الثورة بقصد أنه كنا نشتغل شكل مباشر جدا بعدين شوي سحبنا هاي الحالة فحالة بحث مستمرة يعني نعم يعني هذا كان آخر سؤال لأنه عن الثورة ومثل مع قلته يعني كل واحد بيعمل على اللي بيقدر يعمله لأنه أصلا إيد واحدة الحالة ما بتفق ما بعرف قديش عم نقدر نكون لأنه أنا كمان معكم بره بره سوريا قديش عم نقدر نقدم شي لأهالينا والسوريين اللي جوها اللي هني أنا برأي يعني أعتقد يعني أنه هني عم بيدفعوا التمن الأكبر حاليا طبعا وهذا يعني واضح للجميع فما بعرف قديش فعلا إحنا عم نقدر نوصل صوتهم ونوصل الحقيقة لأنه في كتير ناس مثل ما قلتهم بتروح بتشوفهم من الأوروبيين أو حتى من أي بالعالم الغربي ما بيعرفوا شيء ما بيعرفوا تفاصيل يعني بتتفاجأ أنه ما بيعرفوا حتى شو صاير شو هي ما بيعرفوا أنه ثورة حتى وأنتم بتعرفوا هذا الشيء يعني إحنا كتير بيسألونا أنه آه عندكن حرب أهلية آه عندكن للأسف آه يعني للأسف فهذا تفضل وللأسف هلأ صار كتير هذا الموضوع بالبداية كان يعني يعني الأوروبيين في منهم قارئين بالبداية ما كانوا حدا يحكي بهذا المنطقة كتير بس هلأ يعني الأعلام لعبها لعبة والسلام المتطرف كمان يعني خدموهم خدمة العمر لكان فهلأ ما حدا ما حدا قال ثورة آه يعني اللي كان يقول ثورة بالبداية مثل ما قلت كان فيه كمان ناس تقول حرب أهلية بس اللي كان يقول ثورة هلأ ما حدا قال مثل ما راجعوا صارت حرب صار اسمها حرب حرب صار آه شكرا كتير إذا بتحبوا تقولوا آخر شيء أي شيء للمستمعين اللي عم يسمعونا هلأ على هوا روزنا لهوا لكم وأنا بديت شكركم على هذا اللقاء الزريف تسلمي شكرا لكم جميعا من قول إن شاء الله آه يعني نحن هون بليابان عم نسمع عن هيروشيما كيف صار ونعرف من زمام أصدي عم تسمع من الأشخاص الحقيقيين الآن واللي أجدادهم عايشين التجربة آه نحن نحن اللي صار فينا هلأ بشار الأسد هو هيروشيما يعني هيروشيما مجسدة بني آدم إذا صح التعبير إذا صح التعبير إنه بني آدم يعني ف منقول إنه يوما ما ليك هاي البلد من أفضل بلاد العالم لازم تكون سوريا يوما ما أفضل بلاد العالم بإذن الله إن شاء الله شكرا لكم باي باي محمد وأحمد شكرا لك شكرا لك باي باي كنتوا ببرنامج حكي سوري البرنامج اللي تسمعوا من إذاعة روزنا السورية والضيفية لليون كانوا الأخوين ملص أحمد ومحمد بديقول متل ما بقول دائما الله يحمي سوريا ويحمي كل السوريين ووين من كانوا كنت معكن أنا لينة شواف من ورا المايك بالكنترول كان معي سعيد دون الأسبوع الجاي بين السلطة والتوقيت باي باي حكي سوري حكي سوري والروزنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة